صرح مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن حجم الضمار الذي لحق بمستشفيات قطاع غزة مفجع موجددا للمطالبة بحماية المستشفيات والعمل على عدم مهاجمتها وأضاف أدهانوم أنه أجرى مع شركائه تقييم الوضع مستشفى الشفاء والمستشفى الأندونيسي شمال غزة مؤكدا أن عملية انتشال الجثث في مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة هذا ودع مدير منظمة الصحة العالمية مجددا إلى وقف إطلاق النار قائلا أن الدواء الرئيسي الذي يحتاجه الناس في غزة هو السلام